زي ما بقول يا جماعة زاوية ها زاوية مشتركة طب فاضل ايه تاني فاضل ان انا اقول بصوا كده اللي انا هعمله ان زاوية الف هنا بتساوي زاوية جيم لو قلتلي ليه تبقى ممتاز كانت في مسألتك يا يسري من شوية كان فيه توازي هنا فيه دايرة فيه معلومة تانية خدناها قبل كده في الاعداد بتالت اعداني بازاي طب هاد فرصة يا محمد لمحمود يقولها ولو ما كانش اقولك انت اقولك تفضل يا محمود ليه الف بتساوي جيم بص يا محمود الف وجيم انا تقريبا قلت الاجابة طب اسمحها كده من محمد تفضل يا محمد ليه الف بتساوي جيم يا محمد زاوية محطياتان محطياتان على كعضة وفقية واحدة ممتاز زاوية محطياتان مرسومتان على قص واحد تمام؟ قاعدة واحدة دي لو كانت دايرة مش مرسومة بس عادي ما فيش مشكلة يبقى زاوية قلب محطيات القص بقى دال يا محمود وزاوية جيم حبيبي محطيات نفس القص نفس القص يبقى زاويتين دول بساوبة ومعاك زاوية ها زاوية ايه يا محمود؟ مشترك يبقى كده سابت زاويتين كده بتطبقت الحالة الاولى يبقى المثلثين متشابهين يلا يا محمود تقول هلا كده يا برهام يلا يا حبيبي بما ان يلا يا محمود لو سمحت بما ان زاويتها اه يلا حبيب مع الشيان بس الوقت معلش زاويتها زاوية ايه؟ وقياس الزاوية الف وقياس الزاوية جيم ممتاز واكتب له بقى جنباك محطيات مرسومتان على قص بقدال ايه واعطونسوا يا جماعة المحطية ديت مهمة جدا اذا المثلث اكتب المثلث من دماغي اقول لك هراه يهو انقله الف دال ها يشابه المثلث جيم بقى ها عايز طول يبقى طلع النسب يلا يا حبيبي طلع النسب الف دال على يلا يا محمود بالله عليه الف دال على على جيم بقى انت ساكت ليه بس بيساوي دال ها على بقى ها بيساوي الالف ها كلها على الجيم ها طب نعود الف دال مجهولة وجيم بقى مجهولة ومش طالب حاجة منه يبقى النسبة دي متكتبهاش دال ها مجهول على بقى ها بستة الف ها اربعة زائد ستة عشرة على جيم ها ما عرفهاش هنا في كم مجهول في المسألة يا محمود يا محمود في كم مجهول دال ها وجيم ها يبقى في كم مجهول في النسب مجهولين يا جماعة مجهولين طبعا مليلا مستح بصوا يا جماعة كده دال ها دي مجهولة فانا لو سميت سين يبقى جيم ها كله بك دي بسين ودي بسبعة يا محمود يبقى سين زائد سبعة واحد يقول لي انت جماعة اقول له حبيبي لو دي بتلات ودي بسبعة يبقى جيم ها كله بك سبعة زائد تلات عشرة اقول له انت جماعت ولا طرحت ولا ضربت ولا اسم قول لي لا جماعة طبعا هنا سين وهنا سبعة يبقى كل دي سين زائد سبعة لان انا سميت دا لا سين يبدل هاق سين لو سمان يا محمود كم على ست بيساوي عشرة على جيم هاق ليسين زائد سبعة واضرب طرفين فوسطين سين في سين بسين تربية وسين في سبعة بسبعة سين بيساوي عشرة في ستة بستين ادخل الستين جوه بعكس الاشارة ادخل الستين جوه بعكس الاشارة عشان تبقى معادلة تربية يبقى سين تربية زائد سبعة سين ناقص ستين يساوي صفر عايز تعملها بالقال عايز تحللها عايز تعمل اللي انت يعجبك فيه اعمله اديموت خمسة تلاتة واحد يساوي سبعة يساوي سالب ستين يساوي هي اتطلع خمسة في اتنشر يا جماعة بس الخمسة موجب والتنشر سالب يبقى السين بتساوي خمسة والسين بيساوي سالب اتناشر طبعا السالب مرفوض يبقى السين بخمسة السين اللي ايه يا مصد تقول لي دا لها يبقى دا لها بتساوي خمسة طب هو عايز جيمها يبقى جيمها بتساوي سبعة زائد خمسة تطلع بتساوي اتنشر سنتي سنتي انا هوت يا جماعة سمع اي حد عايز يتكلم معي انا ما عايز يتفضل محمد مونة يسر محمود قولوا اللي انتو عايزين يكون في المسألة دي او في اي حاجة لا تماما 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 شوف المسال اللي بعده على نظرية اوكليتس يلا يا محمد انا رسم بس المسلس يا جماعة قلب بقى جيم مسلس قائم الزاوية في الف قدي قائم الزاوية في الف الف دال عمود على بقى جيم اوكليتس مستر مدام عمود من فوق ونازل عمود على الوطر يبقى دي اوكليتس محمد بقى دال الى دال جيم واحد الى اتنين دي نسبة محمد ولا طول يعني بقى دال بواحد ودال جيم باثنين نسبة ولا طول نسبة ايه وحادي يقول طول يا جماعة واحد الى اتنين نسبة تلاتة الى اربعة نسبة وايه وحا تقول طول لان الواحد الى اتنين انا بقول معايا مثلا نص اللي مع محمد مش معايا معايا كده ان انا معايا واحد هو اتنين انا ممكن خمسة هو عشر انا عشرين وهو اربعين انا خمسين وهو مين المهم نص الف دال بقى هو اللي طول ستة جزر اتنين عايز طول البق دال اهو أعايز طولي الألف بقى أهو وأعايز طولي الألف جيم نكتب له الأول يا محمد إن المثلس قائم وعمود على وطن عشان نعرفه إن إحنا نستخدم أكليدس يبقى في المثلس ألف بقى جيم القائم الزاوية في ألف وألف دال عمود على باق جيم إذن هتستخدم أنا قانون من أكليدس ألف بقى تربيع ولا ألف جيم تربيع ولا ألف دال تربيع ألف قانون يا محمد نستخدمه أنا عايز أستخدم حاجة يبقى معلومة مش مجهولة الألف دل تربيه الله يبارك فيك ممتاز يبقى إذن الألف دل تربيه بتساوي بق دل في دل جي ألف دل بكم يا محمد ستة جز اثنين تربيه واحد يقول لي بق دل بواحد أقول له لا مش بواحد واحد كاف هنحط هنا واحد كاف وهنا اثنين كاف عشان نيخلاها عدد المهم يكون الرمز مش موجود في المسألة يبقى واحد كاف في اثنين كاف واحد في اثنين باثنين كاف تربيه وستة جزر اثنين تربيه محمد باثنين وسبعين ليه اسم عليها يا حبيب يبقى كاف تربيه بتساوي ستة وتلاتين خد الجزر مفيش موجة بوسالب مفيش موجة بوسالب في الطول يا جماعة في الاطوان يبقى كاف بستة يبقى بق دل واحد ضرب بستة تطلع بستة طب وده الجيم اثنين ضرب بستة اثنين في ستة تطلع باثنو عشر نكتبهم هنا ستة وهنا ضرب باشر على فكرة يا جماعة معلومة بس تبقى عارفين اكليدس لو جاي في مسألة ممكن تحل منه حاجة واحدة بس والباقي كده بعد كده في صغورس واحد يقول لي لا انا بكمل باكليدس كل المسألة اللي اجيبك بس انا بقولك اكليدس رخر يعني دايما يا جماعة يتقايا النظرية في صغورس الاهم ولا اكليدس كلنا نقول في صغورس مش عشان ان هي اسهل ولا اصعب ولا لا 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 لان في صغورس بيتحل المسألة بعد اكليدس اما اكليدس بيتحل في مسألته نفسها مرة واحدة دي ستة جزر اثنين ودي ستة اجيب قلب بقى بنظري في صغورس وربع وجمع واجيب الوطن دي ستة جزر اثنين ودي اتناشر اروح اجيب قلب جيم بنظري في صغورس ربع وجمع واحد يقول لي لا انا هجيب قوانين اكليدس واكمل باكليدس اللي ايه اجيبك فضل يا محمد نكمل بأوكليدس ولا نعمل في صغورس ولا ايه في صغورس جيبقى قالب بقى بتساوي عايز الوطر ربع واجمع ستة جزر اتنين زائد تربيع طبعا زائد ايه محمد عايز الوطر ربع واجمع ستة تربيع اللي هو بقى ده على القلة يا جماعة تطلع بستة جزر تلاتة سمتي طب قالب جيم هنا ربع واجمع برضو ستة جزر اتنين تربيع زائد زائد اتناشر تربيع يبقى ستة جزر اتنين كل تربيع زائد اتناشر تربيع هتطلع بالقلة ستة جزر ستة سمتي وبكده يجبنا ألب باق دال في المسلس ألب باق دال القائم القائم في دال وهنا في المسلس ألف جيم دال القائم في دال ودي وطر ودي وطر يبقى مربع واجمع صعب يا جماعة صعب يا محمد مفهوم يا جماعة للجميع مونة يوسر محمود نيجي الاخر نيجي الاخر نارد رقم 24 دي لما أنا كنت من شاء صغرين بقول لكم أنا ممكن أثبت معاكم نظريت أكليدس ولا نستنى للمسال فمحدش رد وقلت خلاص نستنى للمسال هي دي مسألة فكرتا نفس فكرت إثبات تشابه المثلث الصغير مع الصغير عن طريق نظريت أكليدس بقول لي يا مونة ألف باق جيم مسلث قائم الزاوية في ألف ألف دا العمود على باق جيم دا الهاء عمود على ألف باق دا الواو عمود على ألف جيم عايز يثبت إن المثلث ألف دا الهاء دا يشابه المثلث دا كلنا عارفين يا مونة إن مكملة القايمة قايمة دي بتسعين يبقى دي مية وتمانين ونقص تسعين بتسعين طب دي بتسعين يبقى مية وتمانين ونقص تسعين برضو بتسعين دي إيه يا مونة زاوية إيه زاوية هاء وتزاوية واقع دي تسعين ودي تسعين لا مش مشتركة زاوية متساوية مشتركة دي يعني نفس الزاوية موجودة هنا وين زاوية متساوية يا مونة أيه تمام يعني دي بتساوي دي بتساوية تسعين هو التشابه يتم بابين زاوية بتساوية زاوية ولا لازم عن زاوية كمان لا الناس زاوية متساوية ازاي الحالة بتقول إذا تساوية زاويتان في مثل toxins لا تظرهم في المثلث الآخر كان المثلثان متاشابهان أنا عمري ما قلت إذا تساوت زاوية واحد إزاي هاشابه بزاوية واحد رد علي يا مونة لو سمحتك انت فاهمة قصدي? يعني هنجيب زاوية كمان الله يبارك فيك هنجيب زاوية كمان فين بقى زاوية كمان دي يا مستر اقولك اصبري بقى علي دي قيم يبقى دي قيم النابقى يا جماعة ركزوا معي زاوية دي قيم في المثلث ألف دال جي يبقى زاوية جيم دا وزاوية واحد دا اسمهم زاويتين ايه متتامتان مين فاكري يعني ايه متتامتان يعني مجموحهم كان 90 طب ما هدي قيمة يبقى واحد دي تتمم زاوية اتنين يبقى واحد تتمم جيم وواحد تتمم اتنين يبقى اذا اتنين تساوي جيم وبكرا وصلنا زاوية كمان ايه بتساوي زاوية كمان يبقى زاوية ألف دي انا قسمتها زاوية واحد هنا وزاوية اتنين فواحد تتمم جيم وواحد تتمم اتنين يبقى اذا نجيم بتساوي اتنين خدنا امتى الحتة دي في قولة عداد متممات الزوايا الوحدة متساوية في القياس متممات الزوايا الوحدة متساوية في القياس سين تتمم صار وصار تتمم عين يبقى سين بتساو عين لام تتمم ميم وميم تتمم نون إذن لام تساوي نون يبقى أنا كده أقدر تثبت إن زاوية الجين بتساوي زاوية اثنين يبقى أول مبدأ كده أقوله الأول القيمتين يا مون إن القياس الزوا ألف ها دال بتساوي قياس الزاوية دال واو جيم بتساوي تسعين وانت بيدهم وبما ان زاوية جيم تتمم زاوية واحد وزاوية واحد دات يا مونة تتمم زاوية اثنين اذا ايه يا مونة اذا قياس الزاوية جيم تساوي قياس الزاوية اول يا مون تساوي قياس الزاوية الف اللي اثنين يعني اصلا الفها زاوية تي من فعش اقول الف إذن المسلسين يا جماعة متشابهين إذن المسلس ألف دال ها يشابه المسلس جيم دال واو إذن المسلس ألف دال ها يشابه المسلس جيم دال واو طب عايز إيه تاني عايز مساحة المستطيل ألف ها دال واو بتسوي الكلام ده هي مساحة المستطيل بتسوي إيه يا مونة قانون بتاعي الطول في الإيه يعني ألف هاء في هاء دال صح أو هاء دال في دال واو أو دال واو في وو ألف أو ألف واو في ألف هاء أنا أخد هاء دال في دال واو يبقى مساحة المستطيل بتساوي النبا يا جماعة ركزوا معي مساحة المستطيل بيساوي هاء دال اليد في دال واو يا مستر هو مش عايز كده عايز كل القصة دي هقولك على قانون آخر حاجة يا مونة تقوليلي قانون نظريت أكليدس هنا ألف دال تربعة دي كان بيساوي إيه في إيه ألف دال تربعة اللي جاي من الرأس اللي زاوي القايمة عمود على الوضع كان بيساوي إيه القانون بقى دال في دال جميل على فكرة أكليدس هاء دال هاء تربعة جاي من قايمة وعمود على الوضع يبقى بتساوي إيه في إيه ألف هاء في هاء باء الله يبقى برك فيك دال ألف هاء في هاء باء طب ما فيه أكليدس داني دال واو بتساوي ايه في ايه? الف واو في واو جي. الله يكريمك ممتازة يا من الف واو في واو جي. طب ما تيجي نعوض به. يا مستر دا دي دا الهاء بس ودا الواو. انت كتيب لي دا الهاء تربية. طب ما تحط الجزر. عشان اشيل التربية حط الجزر. يبقى الجزر اهو. اشيل والنبي يا جماعة ركزوا. حطت الجزر. اهو. عواضي لعن الدا الهاء يبقى الف هاء في هاء با. عواضي لعن الدال واو. يلا يا من. ايو الدال واو. الف واو في واو جي. انا هحلل مسألة دي المرة جهة تانية يا جماعة. ادي كده اقرأي بقى اللي مطلع. الف هاء في هاء با. في الف واو. في واو جي. يبقى دي نظرية اقليدس يا جماعة من المسلس الكبير هنا. والمسلس الكبير هنا. معكم يا جماعة كتاب المعاصر دولا هتناخد الواجب. ايو تمام. يلا يطلعوا كتاب المعاصر كده صفحة. على درس تشابه المسلسات يا جماعة صفحة. ماتين وطمنتاشر. ماتين وطمنتاشر. هناخد رقم ستة. معي يا جماعة. رقم ستة وسبعة. ونقلب الصفحة.